فاللي موجود قدام حضرتك دلوقتي نموذج الطربة فيقول لك احنا عاشين نعمل لبرالية في السعودية انا معاك واحدة من متطلبات اللبرالية ان كل من يسدد الضريبة له صوت فهل اللبرالية السعودية القادمة او العربية اللي انت بتقول عليها هي فقط بيع القطاع العام منها من اللبرالية يا استاذة انه حضرتك تأتي بالانتخاب او تسمح في النظام الملكي بانتخاب حكومة من الشعب هل هتقدر تأمين كده ولا اللبرالية عند حضرتك سجارة وكاس وصهرة ونشتم في الدين طيب هل من اللبرالية ما دومنا عاوزين نجدد الخطاب الديني هل من اللبرالية ان احنا نمسك الكتب المقدسة الاخرى ثورا وانجير محرفة او غير محرفة حتى ونقعد نتكلم فيها يعني هل من الدين من اللبرالية انه نتلاقي كاتب مسلا مسيحي او اسلامي يقولك والتوراة قد جانبها الصواب وفي كذا وكذا مسلا طورا المحرفة يعني هل هنسمع كده مسلا هل عمرك سمعت كده هل سمعت فكرة انه ازاي في القرن الواحد وعشرين او الاثنين وعشرين ما زال الناس يستغفرون القسيسة ليغفر لهم ولا يستغفرون ربهم يعني عمرك سمعت كده هل سمعت في القرن الواحد وعشرين من ضمن اللبرالية ان كنيسة ما او سلطة ما تخفي ارقام حسابتها مش اللبرالية هي اللبرال يعني تبقى حار وصادها مراقبة يعني حد يشيك وحد يعمل ايه قوة توازن هل سنجد مثلا هناك مجالس منتخبة في السعودية هل هتعمل كده لو انت اللبرال يعني هل سيكون هناك نظام للشفافية وكشف الحقائق الامور المالية دي اللبرالية ازاي انت عاوز اللبرالية انا معاك محمد الشيخ اللي كان كاتب يقولك اللبرالية هي التنمية والتنمية اللبرالية واشرحي توقفك لي بس هي اكلها انا موافع هل حضرتك هتسمح بانتقاد او بتشكيل حكومة شعبية الاول وبرلمان ومجلس وبتاع والناس تتكلم هل هتسمح بقرية الصحافة طب هل هتسمح باقامة نظام خضائي حقيقي ولا هتقعد ناس اخطوطي ففلان وغيوا ففلان واصلوا دول اعداء الوطن هل هتسمح بصحافة معارضة تتناول الحقائق هل تسمح بوسائل اعلام خاصة ما ده كل دي اللبرالية ولا يا اساس ايه دي اللبرالية دي اللبرالية هل هتسمح بزواج المسليين مثلا يعني هنزلت حزن برالية خد ده طب ان عارف ان في بعض النهات العالم العربي الحيشة دي بوجودة ربنا نسترع على الناس لكن انت هل هتقننها لا يعيش في يوم واحد يطلع يوم كده لقد قرأت مقالا في يوم ما من الايام في صحيفة خليجية دي كاتب بقيت كاتب سافل اوي كان بيقول عن نفسه انه بيكتب المقال باستاذ الخبرة هو بيقول هو معروف في الخليج يعني وكتب قصة رجل شوف رجل مثلي الجنسي مثلي يعني لواط شايز اسف انه رجل محترم جدا ومراضه بتاع خير جدا ويا جماعة ازاي المجتمع ينفوزه يعني المطلوب ان المجتمع يقبل بهؤلاء وشاهدته مقابلة ليه الست السحاقية دي اسمها ايه المخرجة ايه ناس الدغيدي برافو عليك انت والله وجودك مفيد او في الحلقة اعمل لك كده بقى واعمل اناس الدغيدي وهي بتقول في المقابلة يا جماعة الخير انا والله يعني الناس تعمل لأوزها انا تقدم لي واحد احاوزي يتجوزني بس همس ودني وقال لي بس انت عارف ان انا لابا اغزة كذا كذا ايه دو يا رجل يسودني هي قلت انا مش ضد ان هو يبقى كده هو براحته بس لا هيعمل معي ايه بس يشوف زحيشة راح فيه يعني انت تتقبل فكرة انه كده وتسيبه بقى يعني اتحمى عادي بقى وبعدين يطلع شوية بعد شوية قانون يعدل في ان الناس ايه ازا كان الناس احرار في ما يؤمنون بيه كفر وايمان زي السيسي قال يعبد او ما يعبدش يبقى هيبقوا احرار في ما يفعله صح ولا لا او فيما يشربه ويبقى التعديل اللي حضرتك شفتوا بتاع مجلس الشعب بتاع الانقلاب الاخير ده عبارة عن ايه ان هو يسيب الناس تشرب وتعمل انه بعد ما شيرت دماغه تقلت يا عم الحج وايه اللي حصل عمل كزا كزا يا عم احنا منا يا عم الناس احرار اهي بس لو تسيب الصورة على كده اهي قالت لك ادي غيدي رجل اعمال مثلي طلب الزواج مني يا ساتر يا رب اعوذ بالله وهي قالت عن نفسها انها بتحب موزيعة تانية قالت عن نفسها كده يعني هي بتحب واحدة من الجنس بتاعها وهو بيحب واحدة الجنس بس ممكن نتجوز ده شريعة ايه دي ده الكلاب في الغبا بتعملش كده ولا القطط ولا الحشرات ولا الحيوانات بتعمل كده هناك غيرة عن الحرمات حرمة يعني هدف الحرم بتاعي في المنطقة بتاعتي قبل ان تكون حرمة شرعية الحرمة شرعية اعلى لكن يقول لك حتى حريم السلطان ان هو يعني الناس لا تتطلع على عواراتهم صح حريم وكان في حاجة اسمه زمان حراملك مكان تدخل من باب ما تخش من باب الحرام لك بتطلعش عن نساء يا اخي ازاي 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 اخي ازاي 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 طيب ليه عم ما تخلي الناس بقى مستورة لا زي بقى ده يخش على الناس ويقول لك ايه حتى في راجل كاتب حاجة لطيفة على الناس اشتركوا في القناة